ترجمة نانسي قنقر بمعنى أوضح ما فيش دولة من الدول على مستوى العالم بتتمتع بكل شيء يعني ما عندهاش حاجة اسماء اكتفاء ذاتي العالم قرية قونية صغيرة التكمل الاقتصادي العربي معناه ان اي دولة عربية من الممكن ان تسد احتياجتها ونواقصها من موارد اقتصادية وبشرية من الدول العربية الاخرى وذلك من خلال عدة اجراءات هذه الدول بتتخذها فيما بينها البعض مع مجموعة من المعاهدات لازالة القيود عن حركة التجارة وعناصر الانتاج فيما بينها يبقى التكامل الاقتصادي العربي او التكامل الاقتصادي هو تلك الاجراءات اللي بتتخذها الدول لازالة القيود عن حركة التجارة وعناصر الانتاج وذلك فيما بينها بحيث تستكمل كل دولة ما ينقصها من الدول الاخرى يبقى بالشكل ده كل دولة عربية هتسد احتياجتها من الدول اللي حواليها وكذلك ايضا هذه الدول تسد احتياجتها فيما بينها البعض يبقى انا كده بتكامل ما بين الدول العربية وبعضها وبالشكل ده انا ببقى بوصل الى اقصر غايات الوطن العربي في التكامل والتعاون دون الاحتياج الى الخارج طيب علشان يقوم تكامل اقتصادي معناها ان انا عندي فائد في بعض العناصر ودول اخرى لديها عجز في هذه العناصر اللي داية وبالتالي انا عندي نقص في عناصر اخرى بلاقيها في بعض الدول الاخرى بناخد ما بينها مبان بعض مجموعة من الاتفاقيات اللي عن طريقها بزيل ما يسمى بيه القيود اللي بتمنع وبتقلل من عملية الانتقال من وإلى فبالتالي بقدر انقل اي موارد اقتصادية وبشرية من دولة الى اخرى طيب مقاومات التكامل الاقتصادي ايه العناصر اللي هتقدل ان التكامل الاقتصادي ممكن يتوفر في الوطن العربي في عدة عوامل مهمة جدا وموجودة في الوطن العربي المساحة الكبيرة 22 دولة بتمتد من سواحل المحيط الاطلنطي غربا حتى سواحل الخليج العربي شرقا مساحة ما لا يقل عن 13 مليون كيلو متر مربع موقع متميز وسط قرات العالم القديم مناخ متنوع ما بين المعتدل والحار والبارد عنشطة موارد اقتصادية متعددة لكل دولة من هذه الدول بلاقي فيها موارد غنية في دول غنية بعناصر معينة السودان والمغرب غنية بالثروات الحيوانية والزراعية هلاقي عنصر تاني من الدول العربية مصر وسوريا ولبنان غنية بالثروات البشرية ودي مش سهلة الاجل العاملة المهرة والمضربة موريتانيا المغرب مصر غنية بالثروات المعدنية كذلك ايضا دول غنية بالموارد بمصادر الطاقة دول الخريج العربي مع ليبيا والعراق يبقى انا شايفة قدامي مجموعة الدول من الممكن ان تسد نواقصها واحتياجتها من بعضها البعض عن طريق ما يسمى بمجموعة من الاجراءات اللي تتخذها فيما بينها البعض لازالة هذه القيود بالرغم من كل هذه الامور واتفاقيات التكامل الاقتصادي اللي عندي مشكلة اسمها معوقات التكامل مشاكل بتقف امام التكامل لازم على الحكومات العربية تزليل هذه المشكلات وذلك حتى نتمكن ان نصل الى اعلى المراحل اول حاجة تزبزب العلاقات العربية ما بين علاقات تعاون وعلاقات خلاف هذه العلاقات بتؤثر على عملية التعاون الاقتصادي العربي للأسف تشابه الانتاج من الدول العربية واحنا اينينها لسه في درس الصناعة والتجارة مصر والمغرب وسوريا قريبين من بعض وبيتشابه في نفس الانتاج هانا بنافس دولة عربية زي منافسة السلعة الاجنبية للسلعة العربية في السعر والجودة وده احنا برضو قلناه في درس التجارة ما زال المستهلك العربي بيفضل المنتج الاجنبي عن المنتج العربي في السعر والجودة تلات مشاكل يجب على الحكومات العربية والدول العربية وضع الخطط والاستراتيجيات لتزليلها تمام طيب ايه هي الاسليب والاجراءات اللي ده حكومات العربية بدأت تتخذها ولازم تتخذها اول حاجة تحديث وتفعيل الاتفاقيات العربية مش كفاية انها مكتوبة لازم تفعل في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي يعني تنفذ وتبقى باستمرار جديدة تشجيع القطاع الخاص العربي المستثمرين العرب على انهم يقوموا باقامة وانشاء مشروعات زراعية صناعية مشتركة تطوير الخدمات اللي هتساند التجارة زي مثلا نظم المعلومات وتوفيرها للمستهلك خدمات النقل والتخزين في المواني العربية نظم المعلومات اه المستهلك لما يبقى عايز يعمل مشروعات يلاقي كل اللي هو محتاجه يصبح ملم بجميع المعلومات الكافية عن هذه عن امكانيات الدول العربية والحكومات العربية تشجع خدمات النقل والتخزين في المواني لازم اعرف اوف تكر ان مصر عملت قناة السويسي الجديدة لهذا الامر في بقى صور من صور التكامل الاقتصادي العربي وهي جامعة الدول العربية هي جامعة تحت فكرة مصرية وتم انشأها بجهود مصرية صافية واشتركت معها الدول العربية بالموافقة وهذا عام 1945 اصبحت مقرها الرئيسي مدينة القاهرة بمصر يبقى لازم اعرف ان جامعة الدول العربية كانت فكرة عربية جهود مخلصة من مصطفى باشا النحاس والكلام ده سنة 1945 وبجهود مصرية بدأت الحكومات العربية او الحكومة المصرية تلتقي بالحكومات العربية بشكل فردي حتى تأخذ منها الموافقة اهدف هذه الجامعة اهدفها سامية جدا اول حاجة تنصيق العلاقات بين الدول العربية ثانيا تحقيق التعاون ما بين الدول العربية في كافة المجالات وذلك من خلال انشاء عديد من المؤسسات والمنظمات لكل منظمة دور بتساعد على القيام بالتكامل الاقتصادي العربي اول مجلس واهم مجلس وعلى قمة المجالس مجلس الوحدة العربية الاقتصادي تمام انشئة خمسة عام 1959 وخمسين هدف الرئيسي تحقيق التعاون والوحدة الاقتصادية بين الدول الوطن العربي مجلس يعتبر على قمة وعلى رأس المنظمات التي انشأتها جامعة الدول العربية هدفه تحقيق وحدة اقتصادية بين دول الوطن العربي عندي منظمات تانية ايوه منظمات هامة جدا في كافة المجالات دان كان ده بيقدي الى او بيقدي في تحقيق الوحدة عندي منظمة عشان تنمية او من اجل تحقيق التنمية الزراعية مقرها موجود في الخرطوم بدولة السودان تمام هدفها تنمية الموارد الزراعية والحيوانية في الوطن العربي او الصياء وكذلك ايضا صيانة المراعي والغابات في الدول العربية يعني مراقبة المراعي والغابات يعني الارتقاء بها وتوفيرها يبقى انا هدفي ان نزود الانتاج الزراعي والحيواني في الوطن العربي او في الدول العربية عشان نسد العجز ما بين الدول العربية واهتم بالمراعي والغابات واعمل على تطويرها وحمايتها باستمرار بحيث انها لا تتدهور او لا تنهار لان المراعي والغابات مصدر رئيسي للانتاج الحيواني والاخشاب الجيدة في عندي منظمات تانية ايوة عندي منظمة عربية هامة وخاصة بيه التنمية الصناعية والتعدين تمام؟ التنمية الصناعية والتعدين مقرها موجود الرباط بالمغرب المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ودي موجود مقرها الرئيسي في مدينة او عاصمة الرباط عاصمة دولة المغرب الشقيقة وهي تشجع التعاون العربي والاستثمارات في الصناعة والتعدين بشجع التعاون العربي المستثمي للعربي انه يتشجع ويقوم بالعديد من المشروعات في الصناعة والتعدين واحنا بنتكلم على مشروعات مشتركة ما بين الدول العربية عدد كبير من الدول العربية عندي عامل معي مشروعات كبيرة جدا عندي برضو منظمة عربية للسياحة خدناها في درس السياحة مقرها جدة بالسعودية مقرها جدة بالسعودية تمام يبقى أنا عندي دول الحكومات العربية كل دولة لها منظمة موجودة فيها أو عدد كل الدول العربية هدفها أنها تعمل عملية تنصيق وترويج للسياحة بين الدول العربية وبعضها البعض مصر تروج للسياحة في المغرب المغرب تروج للسياحة مصر وتونس وهكذا يبقى نخطف اكتر من مجال اخر واهم منظمة اللي هي منظمة او المنظمة العربية المصدرة للبترول ده مقرها موجود في الكويت دولة الكويت هدفها الرئيسي تنسيق الجهود بين الدول العربية وهي الدول المنتجة للنفط او للبترول في مجال استخراج النفط وتصديره وركز على ان هذه المنظمة كانت همة جدا وليه دور عظم جدا في حرب تلاتة وسبعين اتمنى من الطلب تكون استفادت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته